أهلا بكم من جديد النهاردة زي ما الرئيسة عفتح سيسي متعود تقريبا كل يوم جمعة انه بيخرج فيه جولة تفقدية بيشوف الشغل ماشي ازاي تحديدا فيه مشروع محاور شرق القاهرة اللي هو في مدينة نصر شاف اعمال التطوير في عزبة الهجانة شاف الشغل يتم ازاي في مصر الجديدة وهذه زي ما قلت لحضراتكم عادة سيساوية اذا جاز التعبير وهي المتابعة الجدة والدائمة لو ما فيش متابعة في مصر وفيش حاجة هتحصل لكن الحقيقة زي ما حضراتكم يمكن شفتوا لانه الفيديو ده تزاع طول النهار لقطة مهمة جدا لما الرئيس كان ماشي وبعدين في بعض المواطنين بيهتفوا تحيا مصر فنزل من العربي اوار لحضراتكم الفيديو الاول اواره لنا يا جماعة اواره لنا سمعوا للناس مرة تانية لو سمعت يعني في ناس كتير اروا اللقطة دي بشكل يعني انه الرئيس نزل وتفاعل مع النهاره لناس مرة تانية بس انا عايز اقول لحضراتكم على حاجة انا اشعر من وركزنا تاني على رد فعل الرئيس وهو بيحيي الناس لا الرئيس زعلان زعلان لانه هو شوفوا هات كده ايوه تركز كده اه يعني هو نازل كل الناس اللي وقفة دي محاش تلبس كمامة يعني هو مش لابسين كمامات يعني يعني قليلين اتنين تلاتة وتقريبا لما شوفوا الرئيس علعوا الكمامات ورفعين الكمامات وبيهتفوا هو الرئيس لو انت جيت تعال هات الفيديو شغل الفيديو ده كده الوعي هتلاقي الرئيس بيشور على الكمامة اهو يعني بيشور على الكمامة اكتر يعني هو بيقول الناس فين الكمامات فين يعني وقد يكون نزل لما لقى انه المشهد للناس من غير كمامة فبقى اهو يعني شوف بيشور على الكمامة رسالة كده رمزية يعني فيه فيه ناس كتير فيه ناس كتير هو مش مش كرئيس لدولة مش نازل لأنه الناس بتحيي فنازل يعني يرد التحية فقط لا هو بإحساس أبوي نازل عشان يا جماعة فين الكمامات لأنه هو طول الوقت طول الوقت بيمشي والناس بتبقى موجودة لكن لفت انتباهه هذا التجمع ونزل وقف قدام الناس وزيما حضراتكم الإشارة واضحة جدا أنه هو بيشور على الكمامة في المقام الأول فاكرين أنتو الجماعة الإخوان لما قال لك الرئيس كان وقف في الكلها الحربية وكان فيه حائط زجاجي مانع للرصاص مش عارف لا الرجل نازل في الشارع ووقف مع الناس وهو يأمن لشعبه بشكل واضح جدا والصورة دي تعكس ده يعني الصورة دي لما نيجي نحللها لها أكتر من معنى أول معنى اللي هو حالة الخوف المبشر على الناس لأنه طول الوقت بتكلم على الالتزام البسوا الكمامات لجراءات الاحترازية وهكذا فده رقم واحد رقم اثنين وهذا رئيس يأمن لشعبه نازل يتكلم معهم بشكل واضح جدا في الشارع وزي ما انتو شايفين يعني لو رجعته الحرس التعليل الفيديو ده مهم جدا الحرس قاعدين بيسيطروا لأنه تم المسألة فجأة يعني الحرس طالع مش مسألة مترتبة فأنتو ايه هتقفوا هنا تهتفوا وبعدين الرئيس هينزل لا الصورة لما تشوفها وتشوف تعامل الحرس مع الناس والتدافع اللي حاصل لأنه ده تم بشكل بالصدفة البحتة لكن انا بتوقف عند المعنى اللي الرئيس بيوصله للناس هنا هو نازل يعني هتفكوا على دماغ لكن الكمامات يعني فانا اشعر ان الرئيس يعني كان يعني حزين من هذا المشهد اللي شافه لابدن